موسيقى لم يكن أحد يتوقع فوز ترامب إلا نسبة قليلة جدا قد لا تصل إلى 3% والبقية كانت كلها أنه هيلاري كلينتون ستفوز بل ستفوز بفارق كبير جدا جدا لكن فوجئ الناس يوم 8 نوفمبر بأنه ترامب كان الفائز خلينا بس يعني أصحح شوي هون هو فازة بعدد الأصوات التي نسميها في الاندخابات الأمريكية بالأصوات الانتخابية إلكتورال بوتس لكنه خسر في عدد الأصوات الشعبية هيلاري كلينتون فازت بحوالي مليون صوت أكثر من دونالد ترامب في الأصوات الشعبية لكن النظام الأمريكي الانتخابي طبعا القديم الأمر المعتمد هو عدد الأصوات الانتخابية أي عدد ما حصل عليه المرشح الجمهوري من أعداد ممثلة للولايات الأمريكية وبالتالي هو فاز كانت مفاجأة كانت صائقة خصوصا للليبراليين واليساريين في أمريكا بل حتى الكثير من المعتدلين وأيضا فيه هناك كما رأينا مظاهرات في الشارع الأمريكي حصلت مظاهرات وهناك أيضا يعني ردود فعل متبايدة لكن أغلبها كان سلبي في أوروبا وهي بقية العالم أعتقد أنه مؤسسة استطلاعات الرأي الأمريكية وهي مؤسسة عريقة جدا جدا لا أعتقد أنها فشلت في التنبؤ بمن سيفوز بالانتخابات الأمريكية على مدى عقود وهذه مؤسسة غنية بالقدرات والكفاءات والمال والخبرة وكلها الأشياء يعني الشغلة الوحيدة اللي ممكن تكون تخطر على بالي ورأيت بعض التقاير حول هذا الموضوع هو أن بعض الذين كانوا يستطلعون كانوا يكذبون على المستطلع كانوا يكذبون على المستطلع أو كانوا في الواقع يعني يشعرون بالخجل أن يقولوا أنهم سيصوتوا لصالح ترامب لأن ترامب كان ميخذ يعني وضع خاصة بوسائل الإعلام التي في غالبيتها المناسبة المناسبة الليبرالية كان ميخذ صورة كثير سيئة كثير سلبية أنه رجل خارج على كل التقاليد رجل يعني لا يعرف كيف يتعامل مع المرأة رجل أيضا ينتقد الأقليات ينتقد عائلات الجيش الأمريكي يعني ما خلنا شيء سلبي إلا ترامب كان يمثله فكثير من الناس كانوا الحقيقة يخجلون أن يقولوا أنهم سيصوتوا لصالح دونالد ترامب هذه قد تكون يمكن أحد الأسواب الرئيسية التي تفسر خطأ استطاعات الرأي الأمريكية الشغل الثاني كما حصل مرة على ما أذكر في إسرائيل يمكن في ثمانينات القرن الماضي كان هناك في منافسة انتخابية بين العمل حتى لما كان العمل حزبا قويا وبين الليكوت طبعا وكانت كل وسائل الإعلام تشير وقتها والإصلاحة الرأي أن العمل سيفوز بفارق مريح ثم جاءت المفاجأة يوم الانتخابات أن فاز الليكوت عاد بعض مستطلعي الرأي إلى هؤلاء الناس الذين يتحدثوا إليهم من يومين وسألهم لماذا؟ قالوا نحن كذبنا عليكم بشكل متعمد لأننا أردنا لليسار أن يستريح في بيوته يوم الانتخابات لأنكم ستفوزون ونحن سنذهب إلى صندوق الالتراع وهكذا حدث هذه أيضا إمكانية أخرى أن يكون بعض الناس بالفعل تعمدوا أن يعطوا صوتهم للمسلعين الرأي لهيلاري كتينتن في حين كانوا في دواقلهم سيصوتون لصالح دولتشم أولا يجب أن نذكر ونتذكر أن هذه الأمريكا التي أتت بدونالد ترامب رغم كل مواقفه رئيسا للولايات المتحدة في 8 نوفمبر هي نفس الأمريكا التي أتت بباراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة قبل 8 سنوات أيضا رغم أنه رجل كان على يسار الوضع السياسي بأمريكا وكان تقدميا في الكثير من طروحاته لكنه فاز وفاز بفارق كبير ومريح له في انتخابين 2008 و2012 هذا من ناحية من ناحية أخرى أنه يعني فوز دولالد ترامب أيضا ليس فوزا عاديا هو فوز استثنائي لحد كبير استثنائي لأن دولالد ترامب لم يتفوق بنظري على المؤسسة الحزبية الديمقراطية فقط بل هو أيضا عادة وتفوق على المؤسسة الجمهورية إذن هو جاء أيضا يعني مناقضا للمؤسستين الحزبيتين الراسختين في أمريكا منذ عشر سنين المؤسسة الديمقراطية والمؤسسة الحزبية هذا قد يقودنا إلى استنتاج أن ما مثله ترامب في هذه الانتخابات قد يكون بداية لحملة شعبية بعيدة عن الأحزاب السياسية التقليدية في أمريكا لأنه كما قلت في أواخر أيام حملته الانتخابية الجمهوريون بأعلى مستوياتهم تخلوا عنه ومع ذلك فاز في الانتخابات بل ويمكن ساعد بعض مرشحيهم بالقونغرس في الفوز إذن قد تكون هناك بداية لحملة شعبية في الولايات المتحدة رافضة للمؤسسة والتي يمكن تسميتها بيمين شعبوي إلى حد كبير الخطورة بهذا الموضوع إذا كانت هذه بداية حملة فعلا هي أنها قد تكون جزءا من حملة عالمية أوسع ويمكن وضع فوز ترامب في إطار مظاهر أخرى حصلت بالعالم مثل خروج بريطانيا من أوروبا بريكزيت من حوالي ثلاث شهور يمكن أيضا وضعه في إطار ما يقال الآن عن إمكانية فوز اليمين في الانتخابات الفرنسية بالعام القادم رأينا الأسبوع الماضي الانتخابات التمهيدية في فرنسا وفوز فيون بالانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي إذا كان هذا الكلام صحيحا أي أن فوز ترامب يمثل بداية حركة شعبوية يمينية في العالم من الولايات المتحدة حتى أوروبا هذا الكلام سيكون في غاية الخطورة أولا على الأقليات مهم جدا وأبرزها الأقليات الإسلامية سواء في أوروبا أو أتمنى أن لا يحدث ذلك في الولايات المتحدة المسلمون في الولايات المتحدة في الواقع يعيشون حياة ممتازة ما فيش تمييز ما فيش كل المواضيع هاي لكن الآن إذا بيجي رئيس وبيشجع أن صاروا على البدء في معاملة المسلمين بطريقة مختلفة وإذا وضعت سياسات مع أن وضع سياسات في الولايات المتحدة صعب أن تغيير السياسات القائمة صعب إذا كان مخالفا للدستور إذا بدأت أو بدأت نرى بعض من هذه المظاهر أعتقد أن ذلك أيضا سيؤدي إلى أن يتحول المسلمون إلى اتخاذ مواقف قد تكون معادية للولايات المتحدة وهنا تبدأ المشكلة هنا تبدأ مشكلة حقيقية أن المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة وقد رأينا بعض المظاهر السلبية من بعضهم لكنهم لا يعدلون عن المسلمين الأمريكيين لكن إذا رأينا سياسات والتصرفات من أنصار ترامب ومن أنصار هذه الحملة ضد المسلمين إذن عدد أكبر من المسلمين الأمريكيين سيبدأون بالتصرف بطريقة لم نشهدها على مدى الخمسين ستين سالة الماضية هذه المشكلة هنا سيبدأ السراع لأن الذي أنقض أمريكا من كل مظاهر الأعمال الرهبية رغم حدوث بعضها كما قلت هو أن المسلم الأمريكي يشعر بأنه يعامل معاملة تحت القانون كما بقيت الناس ليس هناك تمييز لا في الوظائف ولا في الإسكان ولا في الجواز السفا ولا في كل المواضيع إذن المواطن يشعر بأنه مواطن كامل المواطنة إذا بدأ المشعر بأن المسلمين يشعرون بأن هناك مواقف سلبية ضدهم هذا سيحول موقفهم وهنا تبدأ مشكلة على مستوى أوسع في العالم قد يكون تعبير عن أزمة لكنه أعتقد أيضا لا يعني علينا أن نكون موضوعين إلى حد كبير المواطن في أي بلد سواء ديمقراطية أو جديمقراطية ما يهمه في الأساس هو أمنه الشخصي إذا شعر هذا المواطن بأن أمنه قد تهدد هناك مشكلة والمواطن كما قلنا حتى في الديمقراطيات يشعر بأنه مستعد حيانا للتخلي عن بعض الحقوق المهمة كحرية التعبير حرية التجمع حرية العمل السياسي إلى آخره إذا كان أمنه الشخصي مهدد أنا أعتقد أنه خلال السنوات القادمة الماضية هناك شعور سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة بأن أمن الناس الشخصي بدأ يتهدد وهذا قد يدفع باعتقادي وأحذر منه يدفع الناس في المجتمعات الديمقراطية الليبرالية الغربية إلى التخلي عن بعض هذه الحقوق لأن أمنهم الشخصي قد تهدد وبالتالي المسلمون وأنا أحذر الحقيقة بموضوعية المسلمون ليس كل المسلمين ولكن بعض المسلمين الذين يقومون بهذه الأعمال الإرهابية يدفعون المجتمعات الليبرالية الغربية الديمقراطية إلى التخلي عن آرائها وتحويل أوروبا الغربية الديمقراطية وأمريكا إلى مجتمعات ديكتاتورية هذه قضية في غاية الأهمية وأعتقد أن المسلمين سيلومون لا أحد بل أنفسهم في هذا التحول إذا حصل في أوروبا أو في الولايات المتحدة دعني أقول التالي أولا الرئيس الأمريكي في مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية هو عبارة عن عنصر من عدة عناصر يعني الرئيس لا يستطيع لوحده أن يغير السياسة الخارجية الأمريكية بكاملها هناك ليس كما تقول نظرية المؤامرة هنا بأن هناك مؤسسة تحت الأرض ودير السياسة الخارجية الأمريكية هذا كلام فاضي صراحا لكن هناك مجموعة عناصر ومكونات تسوغ السياسة الخارجية الأمريكية الرئيس بالتأكيد هو أولها وقائلها هناك أيضا القونغرس الأمريكي هناك الفرع القضائي هناك الرأي العام بمؤسساته البحثية بصحفه بمجلاته هناك السوشال ميديا إذن الرئيس لا يستطيع أن يعمل في فراغ يعني في الأوقات القليلة التي كان الرئيس الأمريكي يستطيع أن يغير اتجاه أمريكا الخارجي بشكل سريع هي في المواقف التي يشعر فيها الأمريكي أيضا بأنه مهدد بعد سبتمبر 11 مثلا بعد 11 سبتمبر شعرنا بأن الرئيس أنا ذاك الرئيس بوش الابن قد اتخذ سياسات قد يكون الأمريكي غير موافق عليها لكن هذه الفترة من إعدام الأمن الشخصي عند الأمريكي جعلته يعني يمنح الرئيس الثقة الكاملة في أن يسير البلاد كما يريد إذا ما كان ذلك سيؤدي إلى استعارة الأمن للأمريكي أنا لا أعتقد أن الأمريكي الآن يشعر بأنه أمنه المهدد كما كان الوضع بعد 11 سبتمبر هناك شعور بالقلق هناك شعور بنمو تيارات إسلامية إرهابية هناك أعمال إرهابية حصلت في الولايات المتحدة وفي أوروبا وهذا استغل هذا عام بالتأكيد دونالد ترامب لكن لا استطاع أن الشعب الأمريكي وصل إلى مرحلة أن يعطي الرئيس كامل الثقة في أن يسير السياسة الخارجية كما يريد نعود إلى سؤالك بشكل مباشر كلام ترامب لا زال حتى الآن طبعا كلاما يندرج في إطار الحملة الانتخابية يجب أن لا نحكم على مواقف ترامب منذ الآن يجب أن نحكم ليس على مواقف ترامب وإنما على سياسات دونالد ترامب حين يصبح رئيسا بعد 20 من يناير القادم في بعض الأشياء التي تتكلم عنها ترامب خلال الأربع عام الشهور الماضية تخلى عنها منذ الآن إذن توقع أيضا أن يتخلى عن أشياء أخرى من ما قاله القضية الأساسية التي تتخيل في المكان العالم العربي هي موضوع علاقته مع روسيا وأيضا سياسته في سوريا خليني أشير في هذه العجالة إلى أن إذا كان ترامب يريد أن يقيم علاقات جيدة مع روسيا إذن هو أيضا مضطر للتعامل مع حلفاء روسيا في المنطقة يعني لا يستطيع أن يصادق روسيا وأن يعادي إيران إيران هي أيضا محور مهم من السياسة الروسية الحالية في المنطقة دونالد ترامب تحدث كلاما جميلا مثلا هو مساعده عن مصر أيضا مصر لها كلمة في كيفية إدارة السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة لأن دونالد ترامب يريد أن يقيم علاقة إيجابية مع مصر ويريد أن يقيم علاقة إيجابية مع روسيا إذن دعنا باعتقادي دعنا ننتظر قليلا لنرى من سيعين دونالد ترامب في موقع وزير الخارجية مع أن وزير الخارجية ليس هو الذي يصوغ السياسة الخارجية الأمريكية كما يعتقد البعض لا إنما هو المنفذ الأول والرئيسي للسياسة الخارجية للرئيس الرئيس يريده أن يقوم باتجاه معين فهو طبعا يطبق هذه السياسة قد ينصحه قد يأتي إليه بأبحاث أو دراسات تشير إلى أن هذا المنهج أو ذلك قد لا يكون مواتيا لكن الرئيس هو الذي يقود البلاد الحقيقة في كافة المواضيع بالتعاون مع القانجرس ومع كما قلت بالرأي لها يعني كما مرى أنه في كثير من الأشياء التي تتحدث عنها ترامب هذه مواقف قد تكون شعبوية في إطار حمد الانتخابية والمرشحون الأمريكيون وغيرهم عادة ما يطلقون تصريحات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناس الذين سيصوتون لهم لكن حين ينتقلون إلى البيت الأبيض ويطلعون على التقارير التي لم يكن يعرفوا عنها شيئا أعتقد أنه سيكون عليهم أن يعدلوا مواقفهم هذه لكي تنسجم مع الواقع المرشح ممكن أن يقول ما يشاء لكن يصبح رئيسا ليس فقط لليمينيين في أمريكا بل لكل أمريكا عليهم أن يعدلوا هذه السياسة وإلا سيفشن هذا الرئيس لناحية بعض السياسات التي تحدث عنها ترومب كنانا حملته الانتخابية مسألة بناء الحائط بين الولايات المتحدة والمكسيك مثلا تنازل عن هذا في الأيام الماضية بعد انتخابه مسألة محاكمة هيلاري كفينتن المرشحة الديمقراطية السابقة وهو طبعا موضوع لم يكن ممكن أبدا لكنه أيضا في مقابلته الأخيرة مع نيويورك تايمز قال إنه لن يسعى إلى محاكمة هيلاري كفينتن مع ذلك أقول أن الرجل أتى بمجموعة من المعينين حاليا في إدارته والذين قد يكونوا مؤشرا على ما ستدف إليه إدارة ترامب أهم هذه التعيينات برأيي هو تعيين سنتر جيف ساشنز من ولاية ألباما كوزير للعدل في إدارة ترامب وتعيين شخص هو جنرال متقاعد من الجيش الأمريكي اسمه مايكو فلين كمستشار للأمن القومي وهو موقع حساس جدا جدا هذين أو هذان التعيينات يثيران القلق حتى داخل الدوائر الليبرالية في الولايات المتحدة خصوصا ساشنز وهو حكوم وزير العدل المشرف على تنفيذ حكم القانون في الولايات المتحدة وهو يأتي إلى هذه الوزارة بعد وزيرين أمريكيين أفريقيين في عهد إدارة الرئيس أوباما وهذا الرجل بالتحديد يعني معروف عنه بعض مواقفه العنصرية إلى درجة أنه في أعتقد من التسعينات القبل ذلك كان أحد الرؤساء الأمريكيين الجمهوريين يريد أن يعينه قاضيا فدراليا لكن تقارير صدرت بأنه استخدم كلمة نيجرو وهي كلمة طبعا سيئة بالنسبة للأمريكيين الأفارقة والكونغرس لم يصوت على تعيينه كقاضي فدرالي الحكي من عشرين سنة فما بالك بالآن نعتقدم كمان أن الديمقراطيين بالكونغرس لازال عندهم قوة وغالبية هذه التعيينات ما عدا مستشار الأمن القومي سيكون لمجلس النواب السلطة في منع تعيينهم أو تثبيتهم في مراكزهم إذا ما أصر ترامب على تعيين هؤلاء الناس في هذه المراكز لكن كما قلت أيضا مرة أخرى أعتقد أن الإدارة الآن تقوم بدراسة ما هو الممكن لعمله لإدارة ترامب واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ولكن عند مرحلة التثبيت أو المصادقة على التعيينات في مجلس الشيوخ الأمريكي والتي استبدأ بعد أن يتسلم ترامب القيادة في عشرين من شهر يناير يجب أن نتظار لنرى من سيستطيع ترامب أن يعينه في هذه المراكز الحساسة بالحقيقة ليس أو لم يكن مرشحا جمهوريا كلاسيكيا تقليديا هو مرشح مختلف دعنا نتبق على ذلك لأنه كما قلت حتى المؤسسة الجمهورية لم تكن تدعم هذا المرشح الحقيقة اختلف معك في أن الحزب الديمقراطي يواجه أزمة كبيرة رغم فشل السيدة كلينتون لأنه كما قلت سيدة كلينتون أيضا فازت بالأصوات الشعبية في الولايات المتحدة وليس في الأصوات الانتخابية لكن مع ذلك طبعا بعد كل انتخابات يبدأ الحزب الذي فشل في ما نسميه بعملية سول سيرتشك البحث في الدواخر عما حدث لماذا فشلنا في الاستقطاب ما يكفي من الناس للتصويت لهذا المرشح الديمقراطي أعتقد أنه على عكس ما يقال منذ سنتين أو ثلاث سنوات كان الحزب الجمهوري هو الواقع الذي يعاني مشكلة وجودية لأنه استعدى أجزاء كبيرة من المجتمع الأمريكي خصوصا الأقليات وخصوصا الأقلية الثانية من ناحية الكبر وهي الناس المتحدرين من أصول إسبانية الحزب الجمهوري الحقيقة بدأ ينكمش على ذاته ويتحول إلى حزب يميني أو في أقصى اليمين قريب من حزب الشاي الذي اندشرت آراءه من حواري خمسة سنوات ثم تلاشى إلى حد منه لكن إذا نظرت إلى وضع الحزب الجمهوري حاليا تجد بأنه هو الذي يعاني بالواقع من أزمة وجود من أزمة عضوية من أزمة إمكانية أنه ينتصر في الانتخابات المقبلة أو لا فجاء ترامب ردا على هذا الوضع المنكمش للحزب الجمهوري وطرح نفسه بعيدا عن المؤسسة الجمهورية بعيدا عن الأفكار الجمهورية وربما لذلك فاز ترامب لأنه لم يكن مرشحا جمهوريا تقليديا ليس هناك مشكلة في النظام الديمقراطي في قبول نتيجة صندوق الاغتراع إنما هو تعبير عن مشاعر لكن الفرق بين ما يحدث في الدول الدكتاتورية وما يحدث في الدول الديمقراطية هو أن في الدول الديمقراطية لسوء الحظ ستأتي عادة قوة أكبر من الرئيس وأقوى من المؤسسة الديمقراطية والحزبية وتغير الانتخابات لصالح المرشح الذي تريد بالمجتمع الديمقراطية هناك حرية رأي بالتأكيد إذن ليس هناك مشكلة لدي كمراقب أن يخرج الأمريكيون في كاليفورنيا أو في نيويورك وهي ولايات ديمقراطية بالأساس ويرفعوا صوتهم ضد هذا الرجل الذي فاز بالانتخابات هذا لا يعني إلغاء الانتخابات ولا نضيج الانتخابات لكن يعني أن لهؤلاء الناس مخاوف مصادر قلق يجب أن يعبروا عنها ويمكن أن راح تأشياء أكثر من ذلك في المستقبل القريب بأمريكا أن تكوين حركات ضد انتخاب دونالد ترامب وضد سياسات دونالد ترامب أنا الآن أسمع عن حركة مثلا على الانترنت لجمع تواقيع لرفعها إلى ما تسمى بالهيئة الانتخابية وهي كما قلت هي مجموع الممثلي الولايات الذين سيجتمعون في 15 ديسمبر على ما أعتقد للتصويت النهائي على فوز ترامب برئاسة الجمهورية لرفع هذه اللائحة إلى هؤلاء الممثلين للشعب الأمريكي لكي يرفضوا التصويت لصالح ترامب طبعا هذا الكلام لن يحدث لأنه في التاريخ الأمريكي لم يحدث أن صوت عدو في هذه الهيئة الانتخابية لصالح منتخب لم يكن فائزا بالأصوات في الولايات التي يمثلها فأنا ما عنده مشكلة الحقيقة دع الناس يعبرون كما يشاءون في المجتمع الديمقراطي عن آرائهم ومشاعرهم وأهوائهم لكن بالمحاصرة النهائية لن يرفع أحد سلاح ضد أحد احتجاجا على فوز هذا المرشح أو ذاك في البداية دعني أقول أنه السياسة الخارجية في برنامج الانتخابي لدونالد ترامب لم تكن تحتل هذا الوضع الأولوي المهم صراحة بل أن السياسة الخارجية تراجعت في السياسة الأمريكية على مدى 20-30 سنة الماضية منذ انهيار الاتحال السوفيتي السابقة يعني في ظل الحرب الباردة كان موضوع السياسة الخارجية وموضوع الحرب الباردة مع الاتحال السوفيتي ومع أقطاب المنظومة الاشتراكية كان موضوع أساسي بالانتخابات في الانتخابات بعد ذلك منذ سنة 90 كما فوق تجد أن السياسة الخارجية بشكل عام قد تراجعت في الوعي الأمريكي في الدهن الأمريكي السياسي الأمريكي يركز على أوضاعه الداخلية هناك وضع انعزالي لحد ما لأنه لم يعد يؤثر على أمريكا بشكل مباشر لنعود إلى موضوع شرق الأوسط كما قلت هناك تصريحات مرضاربة لدولالد ترامب عما سيقوم به لناحية السراع العربي الإسرائيلي بعض الأحيان كان يقول أنه سيكون حياديا وفي بعض الأحيان كان يقول أنه سينكل السفارة من تنريب القدس وأنه سيسمح بالاستيطار أو لأن يعتبره مؤيقا عن عملية السلام وكل هذه المواضيع أخشى ما أخشى أنا شخصيا هو أن يبتعد دولالد ترامب عن عملية السلام كليا لأن هذه العملية لسوء الحظ ولكن بواقعية تراجعت خلال السنوات يمكن الخمس الماضية أي منذ انطلاق ما يسمى بالربيع العربي هناك الآن مجموعة كوارث العالم العربي التي تجتدد الرأي العام ليس العالمي فقط بل حتى الإقليمي بل حتى الفلسطيني يمكن فلسطين نفسه لم يعد ينظر إلى آخر تطورات الوضع الفلسطيني لأن هناك محرقة بجانبه بسوريا هناك محرقة أخرى في اليمن وفي العراق وفي ليبيا هنا مئات الناس الذين يموتون يوميا ولذين يشردون بالآلاف بل بالملايين إذن هناك تراجع لسوء الحظ لأهمية القضية الفلسطينية على المشهد الدولي منذ يومين كان هناك مؤتمر يجري كل عام في أبوظبي مؤتمر عن السياسة الخارجية لكن دون الإعلان عن تصحيحات ما حدث في هذا المؤتمر يحتره زراء خارجية ومهتم بالسياسة الخارجية من العالم العربي ومن أمريكا وأوروبا القضية الفلسطينية لم تطرح إلا لماما بهذا المؤتمر على مدى يومين الموضوع الفلسطيني لم يطرح إلا لماما في حين كان هذا الموضوع قبل خمس سنوات الموضوع الأول في أي نقاش عن السياسة الخارجية الأمريكية في شرق الأوسط هو للموضوع الفلسطيني الإسرائيلي هذا مؤشر إذن في هذا الوضع أنا أعتقد أن الفلسطيني يمر الآن أو يمخر عبابة بحر متلاطم هناك عواصف تحيط بهذا الفلسطيني هذه ليست المرة الأولى التي يجد الفلسطيني فيها نفسه لأنه يمر أو يمخر عبابة هذا البحض المتلاطم أنا أقرب مرحلة بنظري أن على الأقل كمراقب عاشها الشعب الفلسطيني قريبا من هذه المرحلة هي مرحلة كما ذكرنا قبل المقابلة مرحلة 1990 حين احتل صدام حسين الكويت وشعر الحلسطيني بأنه أخذ مواقف أبعدت عنه بعض الحلفاء التقليديين بالعالم العربي وأيضا أبعد عنه يعني دمر التحرير إلى أخذ مواقف سياسية ربما لم تكن ستتخذها لو لم يكن الوضع بهذا السوء في عام 1991 ما يمكن للفلسطيني أن يفعله دائما في هذه المواقف حين يعني يصبح المشهد سودويا أكثر مما كان هو أن يعود إلى عملية البناء الداخلي يعود إلى إمكانية البناء الداخلي أن يكسب مؤسساته الشرعية التي يحترمها المجتمع الدولي أن يحاول قدر الإمكان أن يتواصل مع الشعب أن يحاول أن يوفر فرص عمل أكبر قدر الإمكان أن يشعر المواطن بأنه هو والمواطن في قارب واحد في سلة واحدة وأن الجميع يواجهون هذا الوضع الصعب الذي يواجهه الفلسطيني كما قلت ليست هذه المرة الأولى ولكنها أيضاً وضع صعب الآن في ظل تراجع أهمية قضية فلسطينية تراجع الدعم العربي والإقليمي للموضوع الفلسطيني لأسبب عديدة أهمها أن العالم العربي مهتم بقضايات داخلية وثلاثة أيضاً مجيء واحد زي دولد ترامب كرئيس الولايات المتحدة الذي سيتبع سياسات قد تكون غير كلاسيكية غير تقديدية مقارنة بالسياسات التي انتهجت على مدى ستين سنة ماضية في ظل إدارات أمريكية جمهورية وديمقراطية طبعاً كان آخرها إدارة الرئيس أوباما التي قد لا ترضي بعض الناس هنا لكن أعتقد أن بعض الناس سيتحسرون على أيام باراك أوباما حين يرون ما قد تكون سياسات مفاجئة ما قد تكون سياسات أوجاء ما قد تكون سياسات محابية لطرف من جانب إدارة كإدارة هل نقل السفارة ممكن؟ نقل السفارة الحقيقة إذا سألتني هل سيقوم ترامب بنقل السفارة سأقول لا أعرف ولا أحد يعرف ولا حتى ترامب يعرف لكن هل ممكن؟ نعم ممكن ممكن لأن القانون نقل السفارة اتخذ بالقنغرس منذ حوالي 20 سنة والذي كان يمنع نقل السفارة هو الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي يصل للحكم وكل سنة على الرئيس الأمريكي أن يوقع بيانا يقول فيه أنني أعارض نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي إذن الرئيس هو الذي كان يمنع نقل السفارة إذن القانون موجود وإذا جاءنا الرئيس الآن يقول أنه ليس من مصلحة الأمن القومي عدم نقل السفارة إذن يصبح نقل السفارة مسألة وقت وإجراءات سريعة لا أكثر إنما هل سيقوم ترامب بذلك؟ لا أعرف أعتقد أنه علينا أن نطلق لنرى حين يصل الرئيس ترامب إلى الإدارة وأن يبحث مع مساعديه في موضوع السياسة الخارجية أنه هل يمكن نقل السفارة وما هي العواقب التي ستبع ذلك على الولايات المتحدة وبعدها يقرر وهذا ما أشرت إليه في موضوع أن هناك قد تكون حركة عالمية يمينية شعبوية تؤدي بوصول اليمين إلى ضربة الحكم في هذه الدول الدول الديمقراطية الليبراطية الغربية ترامب قد يكون يفتح المجال لها ولكننا رأينا بعض التوجهات في أوروبا قبل وصول ترامب إلى سدة الحكم ولكن أعيد كمان مرة أن المهم بهذا الموضوع هو ما الذي يقود الأوروبي الليبرالي بالأساس الذي بنى ديمقراطية على مدى سبعين سنة في هذه الدول لأن يتخلى عن هذه المبادئ وأن يلتحق بأناس شعبويين يمينيين يميلون إلى قتل وكبت الحريات هو الخوف والأمن الشخصي وهنا أيضا أريد أن أذكر مرة أخرى يكون المسلم في غالب اللحية الصراحة مسؤول عن هذا الوضع علينا أن ننظر إلى ذواتنا بدقة وأن نقول نحن ربما قد ساعدنا كمسلمين وكعرب في إيصال الأوروبي إلى هذا الوضع السيء الذي وصل إليه الذي أصبح في ظله مستعدا لنتخلي عن أهم مكتسباته بعد الحرب العالمية الثانية لأنه خائف على نفسه وعلى ابنه وأبنته وزوجته من أن يقتل بلا ثمن بشارع بأي واحد طائش روح يطلق الناء على يقدر أرجو أن لا يكون ذلك قد حدث وأرجو للمجتمع الأوروبي المدني القوي أن يواصل الدفاع عن هذه المكتسبات لأنها حولت البشرية بصراحة على مدى السبعين سالة الماضية وأوصلت العالم جميع إلى نوع من الحكم الذي أصبح أكثر مقبولية لدى المواطن العادي من أنظمة الحكم التي سبقت الديمقراطية قبل الحرب العالمية الثانية بدأ أن نرى بعض تبديات هذا الوضع بفرنسا مثلا بعد العام الإرهابي الأخير فرضت هناك نوع من الأحكام التي لم يكن الفرنسي يقبل بها لو لا أن قتل في يوم واحد عشرات الناس وهذا الكلام يحدث في أي دول بالعالم كما قلت أن الإنسان بطبيعته هناك أولويات في سلم أولويات له أهمها أمنه الشخصي والأكل والشرب قبل حرية حقوق الإنسان والتعبير والتجمع السلمي والعمل السياسي والأشياء وهي طبعا بغاية الأهمية لكن الأمن أهم من كل ذلك آمل أن لا أكون قد قسوت في أحكامي هذه الساحة ساحة الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي ليست ساحة روسية وليست ساحة أوروبية يلعب فيها الروسي أو الأوروبي كما يريدون هذه ساحة أمريكية بالأساس وبالتالي قد نجد أن الروسي يدخل لاعبا رئيسيا في وضع زي سوريا مثلا لكن هذه يجب أن نتذكر أن سوريا كانت دائما هي ملعب روسي خلال قطرة الحرم الماردة كلها وليست ملعب أمريكي وبالتالي الأمريكي يعرف أن هذه ساحة روسية الروسي الآن أراد أن يلعب فيها بكامل قوته لكن أن يلعب الروسي أو الأوروبي في ساحة السراع العربي الإسرائيلي هذا صعب جدا لأن تقليديا هذه الساحة ليست ساحة لا روسية ولا أوروبية كما رأينا على مدى أربعين سنة أو أكثر من عمليات السلام في المنطقة دائما كنا نرى أن حتى اللاعب الأوروبي لاعب ثانوي إلى حد ما اللاعب الرئيسي في هذه العملية هو اللاعب الأمريكي إذن لا أرى إمكانية لأن يقوم الروس أو الأوروبيون أو حتى تحالف بينهما بملء هذا الفراغ طيب أنا أسألك حدث حصل في مؤتمر باريس منذ شهرين على ما أعتقد أو أكثر شوي لكن ما الذي حدث؟ شيء ولا شيء لا شيء أبدا لا شيء أبدا دون أن يكون هناك مش داعم أمريكي قائد أمريكي لمسيرة سلمية والأوروبي يأتي تابعا للمساعدة في إنجاز بعض الأمور الداخلية لن تكون هناك عملية سلام ذات جدوى بعيدا عن القائد الأمريكي كما قلت لا أعرف حقيقة أنا لست لدي كريستالة أقرأ فيها ما سيحدث لكن من ما أرى أقول أنه إذا اتخذ ترامب سياسات سلبية فطبعا هذا سيء جدا ومقلق جدا من فلسطيني وإذا ابتعد عن هذه المنطقة أيضا فهي أيضا سياسة سيئة لأنه سرتيح للجانب الآخر أن يستغل هذا الفراغ وأن يقوم تقريبا بدون أي عقاب بموارسة أشياء كان يحاول تجنب اتخاذها لإتخاذها لأن هناك نوع من العقاب أو من الملامة أو من الانتقاد أو إلى آخر لكن إذا حصل على إدارة تؤيد الاستيطان ولا تعتبره مثلا أنه يعيق عملية السلام ولا هو ليس قانوني وكل هذه الموضيع إذن فالإدارة الإسرائيلية تشعر بأن أيديها مطلقة في أن تقوم بأشياء لم تكن قادرة على قيامها أولا يجب عدد الفلسطينيين كشعب وكسلطة أن يعيدوا النظر في الأوضاع الحالية في هذه المنطقة الصغيرة التي هي منطقة فلسطين وأن يبدأوا في عملية إعادة بناء للمؤسسات الفلسطينية هذا في غاية الأهمية أن يبنوا مؤسسات فلسطينية محترمة دوليا أن يكون هناك مجلس شعب لا أعرف مجلس وطني يسمونه الشريعي أن يكون منتخبا أن يكون هناك سلطة منتخبة أن يكون هناك نوع من الثقة بين المواطن وبين هذه السلطة لأن الوضع سيكون صعبا إلى حد كبير وبالتالي ماذا بوسع هذه القيادة أن تفعل كما قلت أن تقترب أكثر من الشعب أن تحاول أن تبني مؤسسات سياسية واجتماعية وإعلامية واقتصادية قادرة على استيعاب هذه المرحلة الصعبة أيضا بإمكان هذه القيادة أن تبدأ في البحث عن ربما حلفاء مستعدين في الإقليم أولا وحاولت درء المصاعب والتحديات التي ستواجه هذه القيادة والشعب الفلسطيني في المستقبل كما قد قبل قليل تواصل مع مصر لأن مصر يمكن أن تكون لديها علاقات معقولة قياسا بدول أخرى مع إدارة ترامب يمكن لها حتى أن تتواصل مع روسيا مع أن كما قلت روسيا رئيسة القائدة لكن أيضا إذا كانت إدارة ترامب تريد أن تقيم علاقات صداقة مع روسيا إذن فالتواصل مع روسيا قد يكون أمرا مفيدا لكن أيضا دعني أقول أن بإمكان الشعب الفلسطيني والقيلة الفلسطينية التواصل مع إدارة ترامب مباشرة وأن تبحث عن أي فرصة قريبة للتواصل مع هؤلاء الناس المساعدين المقربين من ترامب خصوصا دكرة اسمه قبل قليل مايكو فلين مستشار الأمن القومي الذي سيكون هو المسؤول عن سياغة أطبخ السياسي في البيت الأبيض للسياسات الداخلية والخارجية أيضا التواصل مع أي صديق في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أو تكون له علاقة مع أي أحد مقرب من ترامب لإيصال مجهد النظر الفلسطينية ولمد يد التعاون مع هذه الإدارة والآن تصبح بعد شهرين هي الإدارة المكلفة بإدارة الشؤون الخارجية والداخلية والتالي مقاطعتها لن تجدي يجب التعامل معها هذا وضع استثنائي والفلسطينيون تعاملوا في الماضي مع قيادات أمريكية كانت سلبية أو أكثر سلبية من غيرها وعليها أن تواصل البحث عن ناس من مقربين لترامب للتواصل معهم للعقل وضعهم في صورة ما يحصل وما يمكن للفلسطينيين أن يفعلوه إذا ما اتخرت إدارة ترامب سياسات أكثر إيجابية تجاه القضية الفلسطينية السؤال الحظ كمان أقول كما قال الرئيس أوباما أيضا منذ يومين أو ثلاثة أنه ليس متفائل في المدى المنظور للوضع بسوريا وأنا أعتقد حقيقة أن شارك الرئيس أوباما هذا التصور بأن الوضع بسوريا لا يكون جيدا على الأقل خلال الفترة المنظورة أعتقد أنه في ظل شهرين الأخيرين من إدارة أوباما وفي ظل مقدم إدارة تقول أنها مستعدة علانية للتعاون مع روسيا في المسألة السورية هناك توجه ربما لإنهاء كل الوجود المعارض للنظام السوري بسوريا ونحن نتحدث هنا عن كما يحدث بحلب حاليا نتحدث عن المزيد من الدماء بسوريا المزيد من الكوارث المزيد من الدمار والقضاء على كل ما كان يشار إليها لأنه معارضة سورية إذا كانت معارضة إسلامية أو حتى معارضة وطنية لبرانية إذن بالواقع المشهد السوري قاتم إلى حد كبير في المرحلة خلال الست أشهر أو سنة القادمة لأن ترامب كما قلت أيضا خرج على المألوف في السياسة الأمريكية وبدأ يوصل رسائل إيجابية عن روسيا للمجتمع الأمريكي في الذهنية الأمريكية الروس هو عدو صراحة وخصم على الأقل بعد نهاية الحرب الباردة لكن ترامب بدأ يتحدث عن أن بوتين الرئيس الروسي هو رئيس يتمتع بقيادة أفضل من قيارة الرئيس أوباما هذا كلام جديد بالسياسة الأمريكية وكما قلت هذا يعني قديش أصبح دور السياسة الخارجية منحسرا بالسياسة في أمريكا والاندخابات في أمريكا كلياتها فطبعا ترامب يعني أعزي بوتين أكيد أنه شعر بأسرور أن صديقه الذي مدحه من الاندخابات هو الذي الآن أصبح أو سيصبح سيد البيت الأبيض لكن كما قلت أعتقد أنه يمكن أن يكون مبكر الحكم على ما ستكون عليه سياسات دونالد ترامب بعد أن يصبح رئيسا وليس قبل ذلك فور دخوله إلى البيت الأبيض سيتسلم مجموع من الأوراق من كل الدوائر المهمة في العمل السياسي الأمريكي وهناك أشياء قد يكتشف ترامب أنه لم يكن يعلم بها وبالتالي أطلق هذه التصريحات وسيكون مضطرا إلى الانسحاب تدريليا من هذه التصريحات بعد شعرين أو تدفع ترامب أدلى بالعريب من التصريحات التي قد تفهم على أنها سلبية ضد دول الخليج العربية لكني لم أشهد أي تصريح بعد انتخابه كرئيس الولايات المتحدة عن هذه القضايا ومع ذلك قد لا أستغرب أن يكون هناك تغيير وهو قد يكون تغييرا دراماتيكيا في العلاقة التقريدية بين الولايات المتحدة وبين دول الخليج على مدى 50-60 سنة ماضية يجب أن نلاحظ أن أهمية الشرق الأوسط وأهمية دول الخليج كمصدر نفطي أساسي قد تراجعت لنكن صريحين في ذلك والخليجيون يدركون هذا الكلام أمريكا الآن قادرة على إنتاج ما تنتجه هو السعودية من بترول خصوصا بعد بدء استخدام تقنيات جديدة فيما يسمى بالنفط السخري شيل أويل طبعا هذا الإنتاج تراجع خلال السنتين الماضيتين بعد انخفاض أسعار البترول عالميا لكن في أي فترة يرتفع فيها سعر البترول هذه الصناعة الأمريكية الجاهزة وهذه الصناعة الأمريكية الجاهزة وقادرة على إنتاج 10 ملايين برميل يوميا للولايات المتحدة وهذا ما تنتجه السعودية الدولة الثانية أنا أعتقد من ناحية حجم الإنتاج إذن في هناك ترايير بهذا الموضوع وأصبح لصول حظ ما يهم في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وتجاه الخليج هو مسألة وحيدة وهي الإرهاب ومكافحة الإرهاب وليس موضوع النفط طبعا إضافة إلى أهمية إسرائيل في المنطقة إسرائيل أيضا مهمة دائما وحاضرة دائما في صناعة القرار السياسي الخارجي الأمريكي إسرائيل أنا باعتقادي هي بالتأكيد دولة تقيم علاقة استثنائية مع الولايات المتحدة ليست علاقة عادية بأي مخياس هي علاقة استثنائية بامتياز كيف بنت هذه العلاقة؟ هذا موضوع تاريخ يجب على الباحثين العرب الجديين أن يدرسوا كيف أقامت إسرائيل وتمكنت إسرائيل من إقامة هذه العلاقة الاستثنائية مع الولايات المتحدة وهي القطب الأهم بالعالم اليوم يعني بيع وجالة ممكن أن نمر على بعض الأسباب أولا إسرائيل طبعا كانت في الحرب الباردة في موقف الداعم للدول الغربية ضد الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية بالناحية أخرى هناك كم من السكان اليهود في الولايات المتحدة الذين قد يزيد على دهم عن ستة ملايين هؤلاء أقلية لكن أقلية كبيرة وأقلية فاعلة وأقلية متعلمة وأقلية نافذة وأقلية تؤمن بأن لها قضية واحدة وهي قضية الإسرائيل على عكس ما يقال دائما بأنه لماذا وأين الله بالعربي فيه فرق هائل بين منظومة العمل اليهودي داخل الولايات المتحدة ومنظومة العمل العربي والفلسطيني في الولايات المتحدة أهم يميز منظومة العمل اليهودي هي أن لها قضية واحدة وهي إسرائيل وبالتالي جهدها مركز على هذه القضية العمل العربي بصراحة يعني غائب عن الساحة وضعيف حتى كان موجود لأنه عنده عشرين قضية اللبناني عنده قضية والفلسطيني عنده قضية من ناحية ثالثة أيضا أنه إسرائيل أقنعت الولايات المتحدة بأنه أيضا لديها نظام ديمقراطي صراحة وبالتالي يسهل على الولايات المتحدة إقامة علاقات مع دولة ديمقراطية من أن يقيم علاقات مضطرا مع دولة ديكتاتورية إسرائيل بغد النظر تختلف معها أو تتفق لكن أقامت نظام ديمقراطي هناك تداول سلمي للسلطة هناك إبعاد لدور المؤسسة العسكرية عن القرار السياسي الذي يتخذ القرار السياسي بإسرائيل ليس العسكري وإنما هو السياسي والقيادة العسكرية تلتزم بهذه الأوضر هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى إقامة هذه العلاقة الوطيدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل أضف إلى ذلك طبعا مسألة ما يسمى العوامل الدينية المشتركة المسيحية اليهودية المشتركة والإسلام إلى حد كبير بعيد عن هذه الخلطة عن هذا المزيج الموجود في أوروبا أو في الولايات المتحدة الإسلام غريب الإسلام دخل إلى هذه الدول في إخلال الخمسين ستين سنة الماضية مع أنه البعض يقولون المسلمين دخلوها مع كولومبس لكن هناك يجب أن نعترف بأن هناك كما قلت مجموعة يهودية ناشطة داخل الولايات المتحدة وتعمل ضمن النظام السياسي الأمريكي تعلمت كيف تدخل إلى هذا النظام وأن تحول عددها وأصواتها وأموالها إلى دعم في السياسة الأمريكية لإسرائيل على السطح هو ملف سياسة خارجية لكن أنا أعتقد أنه أيضا موضوع إسرائيل أكثر من أي ملف سياسة خارجية عادي أو ملف إيران أو ملف تركيا أو ملف أي شيء إسرائيل البعد الداخلي للموضوع الإسرائيلي يلعب دورا في صور السياسة الخارجية الأمريكية لجاه إسرائيل وإنك أن حكيت في مرات سابقة أنه ليس اللابي الإسرائيلي كما تعتقدون هو اللابي الأهم والوحيد بالساحة الأمريكية يعني هناك حتى في لوبيات سياسة خارجية أضعف بكثير وأصغر بكثير من اللابي من الإيباك مثل اللابي الأرمني مثلا اللابي الأرمني الذي كاد يسيطر على صناعة القرار السياسي الأمريكي ضد تركيا محابة لمسألة الأرمن والأرمن أنفسهم هناك اللابي الكوبي وهو أيضا مجموعة صغيرة من الأمريكيين المتحدرين من أصول كوبية المؤيدين كانوا لنظام ما قبل كاسترو والذين سيطروا على القرار السياسي الخارج الأمريكي فيما يتعلق بإعارة العلاقات مع قوبة إلى أن جاء أوباما وغير كل هذه المنظومة وغير كل هذا النظام لكن النظام الأمريكي السياسي مفتوح على أن يقوم أو تقوم مجموعة صغيرة نافذة لديها ما يكفي من المال بتغيير السياسة الخارجية الأمريكية باتجاه معين هذا مثال المتاز في الواقع لأن كما قلت نيويورك تايمز كانت من أكثر الوسائل الإعلام التي اتخذت خطا سلبيا وعدائيا إلى حد ما ضد ترامب وكانت مؤيدة لهيدر كلينتون والتيار الليبرالي لأن هي بالأساس صحيفة الليبرالية بامتياز وكادت أن يمكن أن تكون قد أثرت في شعبية ترامب كلال مرحلة عصيبة من مراحل الحملة النخابية حين كشفت عن ملفه الضرائبي ترامب كان وظل حتى النهاية يرفض أن يقدم ملف ضرائبه لحكومة الفدرالية وهنا طبعا تثير النوع من اللغة مش قانوني الموضوع مش غير قانوني لكنه يثير اللغة بين المواطنين جاءت من وقتها وحصلت على ملف لضرائب ترامب أوصلها إليها أحد الناس الذين عملوا معه إلى مكاتبها ونشرت مقالات عديدة عن كيف أن ترامب تهرر من دفع الدرائب الأمريكية الفدرالية وهو هذا الرجل يريد أن يكون رئيساً الولايات المتحدة ولا يدفع درائب وأهم ما يميز الأمريكية عادة نحن يسموننا بدافعي الدرائب قبل أن يكون مواطنين إذن بس هذا النظام الديمقراطي ترامب بعد انتخابه رأى أن هذه المنصة هي منصة في غاية الأهمية وهو لا يستطيع أن يحاربها صراحة لا رئيس ولا وزير خارجية يستطيع أن يحارب الإعلام بوضع ديمقراطي لأن ذلك سيعود عليه فوراً بنتائج سلبية إذن بدل أن يحارب هذه الصحيفة مع أنه انتقدها كثير لكنه ذهب والتقى معها لأنه يريد من خلالها أن يخاطب أيضاً جمهور نيروك تايمز اللهم أن الناس الرافضين لإدارة ترامب إذن هو استخدم وسيلة إعلامية الليبرالية لمخاطبة الليبراليين داخل الولايات المتحدة بدل أن يحارب هذه المطبوعة أو الوسيلة وتعامل معها بمهنية وحرافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر